موسيقى على الستيج ومنور العالمين ربنا خليك هذير يعني منوره بأهلا أصلا يعني متشكر طبعا عن الكلام اللي قلت له والمقدمة الجميلة دي أنا بحس إنهم ليوا مفضل علي أو يعني عموما أي فنان بيحس إن الجمهور هو سبب وجوده أو نجاحه فأنا ليه الشرف طبعا مسيرة طويلة البهاء سلطان من التسعينيات ومن لحد عشرين تلاتة وعشرين وتقلق والألبومات يعني والسنجلز مقصرة الدنيا دلوقتي عجبناكو والسجارة وكل الأغاني الجيدة والدنيا ولعت يعني الأغاني مقصرة الدنيا وتريند مع الناس وعمل مشاهدات عالية جدا أهو الحمد لله متوفق أنا في الفترة فاتت دي أويان يعني والفضل طبعا اللي ربنا في الأول وفي الأخير بس أستاذ سعيد إمام يعني مهتمة أو روتانا أمام مهتمة إن أنا دايما أكمل وبشكل كويس وبتوفق يعني مع الناس بس مش كل الأغاني طبعا بسماعة أويان اختيارات جميلة جدا والناس متفاعلة مع الأغاني بشكل كبير ومنتظرة الحفل ده كلام يعني أقال من حقك بسراحة صراحة إن شاء الله الحفلة يعني تكون نجاح كبير جدا وناس تكون منتظراك بتعاون مع الفنانة كارول سماحة متواجدة وبتغني دلوقتي على المسرح وناس منتظراك بعد الفنانة كارول سماحة هتبتدي الحفلة بإيه ومحضر إيه في الحفلة ودائما بأن فترة كاب بندخل بغنية تعالى وبعد كده الأغاني اللي هم سامعينها أو قريبة ليهم يعني بحاولتش تقول أغاني حاجات مثلا أم أنا سيناء أو بقالها كتير مفيش حاجة بتتنيسة يعني حضرت معاك كذا حفلة أول ما قلت يا تارا الناس كبير وصغير ويمكن أعمار وما كانتش تولدت حتى ساعة يا تارا حفظ الأغاني كلمة كلمة يعني وأنا محظوظ في الحكاية دي في حكاية الأول بيني والنسفة ربنا دي يعني ويا رب المجودين النهاردة يتبسطوا إن شاء الله وإنت جاي يشوفت المجيزة العالمين إرأة المدينة التغييرات والتطول جميلة طبعا بس أنا طهت يعني عشان تاني مهار راجي بس فعلا مدينة فعلا اتغيرت وتطول مش مكان يعني في السحل شوفت إنت بيبقى لك استعدادات للستيج مع الفرقة التجهزة خاصة للحفل طلعا في دماغي نروى شوية عدي عليك وتنزل لي أنت فوق دماغي وحقك علي طول خصاب ما زلزلني ألف مبروك بوجودك بموردان العالمين مستمتعين بوجودك والنهاردة إن شاء الله تكسر الدنيا في الحفل ونجاح متقلق وعايز عرف إيه جديد آخر حاجة عايز عرف إيه جديد في ألاني داية تبديدة في الصيف خلاصين عشر أغنيات في روتانا كل شهر أو شهرين مثلا يعني هتنزل أغنيات إن شاء الله وفي الصف أه أكيد دا هتنزل أغاني في أغنية اللي أستاذ وليد ساعده ووحدة ثانية اللي عايزي الشافح دراما ولا أغنية عالية زي دلوقتي عجبناكم؟ آه حاجة زي كده أو الشرق اللي كنت بغني زي من زي إحلي فوق حاجات كده الشكل الإقاعي ده أنت شايف الناس بتحبه جدا منك هو أستاذ ناس محروس كان عارف إن صوتي في حتة اللي هو اللي بإعياط بترئيس دي بتنجح معي صوت فريد من نوعه الحقيقة بنشكر أستاذ مصطفى جامل إنه يعني خليك موجود ومتواجد على الساحة الفنية وماشاء الله أنت بنجاحك وتقلقك دايم خلقت لنفسك مساحة ما بين أكبر الأسامي في مصر وفي الوطن العربي أنا كنت متشرفة باللقاء ده معيك النهاردة ده لقى الشرف وأي رأي فنان فيها كويس طبعا لقى الشرف بي الله خليك أنا كنت مبسطة أكثر شكرا وكل التوفي في الحفلة شكرا